للحديث عن هذه الجهات التي تريد تستدعوها حتى تكون مشاركة الآن لما ظهر هذا الجزء الغائب اللي هو جزء المقابر الجماعية فاكتملت أركان القضية ويبقى أن هذه الشواهد للمقابر الجماعية تدرج ضمن الملف الموجود الآن في محكمة الفلوجة ليعود هذا الملف إلى الواجهة من جديد شنو المانع الآن بعد اكتمال أركان الجريمة أن يتم تفعيل الموضوع أكوفت بالكم خارطة طريق ما بعد اكتمال أركان الجريمة نعم هذا ما أردت أقول لك نحن الجزئية الأولى نريد أن نثبت هذه الرفاتة وهذه المقابر لمن تعود هل هي فعلا تعود لهؤلاء الضحي لأنه نحن بالأربع سنوات أو الخمسة حتى تعدنا كثير من المقابر المجازر والجرائم الكبرى سواء كانت في سبايكار أو كانت في الرزازة أو كانت في الصقلاوية أو كانت حتى في الموصل وفي مناطق كثيرة أخرى فالجزئية الأولى نريد أن نثبت هذه الرفاتة أو هذه المقابر لأي ضحايا تعود ربما من النظام الباءت كما أشيع ربما ضحايا إرهاب كما يقار ربما نحن الآن لا نجزم أن هذه الجثث تعود لجهة أو لمجموعة معينة لكن لدينا مرجحات أو شكوك أنها تعود لمجموعة محددة لذلك نريد جهة متخصصة محايدة الجميع يثق بها بكل اعتزازنا وموظفينا ومؤسساتنا اليوم نحن كسياسيين وذوي الضحايا بشكل مباشر ما عدهم الثقة الكاملة بجهات التي ستبحح أو ستحلل مثلا صليب أحمر مثلا مختبرات دولية شركة مختبرات تحليل دولية ممكن للحكومة العراقية تتعاقد معها يعني ليس بالضرورة أن لا تدخل مؤسسات يوجد مؤسسات مختبرية مختصة بهذه التحاليل تحاليل الـ DNA تتعاقد معها الحكومة وتأتي تحلل هذه الرفات وتحلل ذوي الذي أبناهم مخطوفين أيا كانوا هؤلاء المخطوفين وبعد ذلك تطابق يحدد هوية هؤلاء وهذه هي النقطة الأهم والأخطر ولا بد أن يكون موقف قوي سواء من الإعلام أو من السياسيين أو من الشعب أو من المعنيين بضرورة أن نأتي بالجهة الموثوق بها التي ليس لها غرض ولا هدف